السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلاً وسهلاً بكم في درس جديد من دور التعليم الـ Vue.js Framework في الدرس السابق قمنا بإنشاء هذا التطبيق وهذا التطبيق طبعاً يحتوي على مصفوفة كما نلاحظ وهذه المصفوفة موجودة لدينا هنا ضمن الـ Vue Instance وتحتوي على مجموعة من الـ Objects ويتم عمل loop لها أولاً في الأعلى ليتم طباعة هذه القيم وأيضاً يوجد لدينا loop هنا في الأسفل ليتم طباعة Inputs لتتمكن من تعديل على هذه العاصر وأيضاً يوجد لدينا زر لعمل حزف لهذه العناصر ففي هذا الدرس سنتعرف على أمر جديد وهو سأقوم بعمل استخدام للـ VF مع V4 فسنقوم في الأعلى بعرض العناصر أو عرض الأشخاص الذين عمرهم يتجاوز العشر سنوات فقط فسنكتب هنا في الأعلى مع V4 لدينا هنا في الأعلى في هذه المصفوفة العلوية سنقوم بكتابة هذا المثال في الأعلى سأقوم بحسفه حالياً لم نعود بحاجة إليه طبعاً مع هذه المتغيرات أيضاً سنقوم بكتابة هذا الشرط هنا V-F يساوي item.age أكبر من عشرة بهذا الشكل ففي حال عدنا كما نلاحظ لدينا هنا ثلاثة عناصر في حال ضغطنا على تحديث نلاحظ تبقى لدينا عنصرين فقط فلدينا هنا هذا العنصر الذي العمر الخاص به عشرة ففي حال كما نلاحظ عشرة لا يحقق الشرط فالعشرة ليست أكبر من عشرة كما نلاحظ في هذا الشرط الموجود لدينا هنا ففي حال قمنا بالتعديل هنا وقمنا بكتابة 11 كما نلاحظ تم مباشرة عرض هذا العنصر وأيضاً في الأسفل في حال قمنا بإنقاص العمر نلاحظ مباشرة يتم إلغاء هذا العنصر من الأعلى فهذه إذن طريقة استخدام الفي فور مع الفي معاً ولاحظنا ممكن أن نقوم باستخدامها طبعاً ضمن نفس التاج الذي يحتوي على الفي فور ومن الممكن طبعاً أن نقوم باستخدامها بشكل شرطي فمثلاً ممكن أن نضعها هنا في الأسفل فمثلاً لا نعرض العمر وأما ما نكتفي فقط بعرض الاسم ومن الممكن أيضاً أن نقوم طبعاً بتجربة هذا المثال فممكن هنا نكتب رقم 5 كما نلاحظ تم إنقاص العمر وهنا ممكن أن نقوم بزيادة الرقم العمر فنلاحظ إذن تم عرض هذا العنصر طبعاً هنا نحن نعتمل على أحد عناصر هذا الـ Object لنقوم باستخدامه مع الشروط ومن الممكن أيضاً أن نستخدم الـ Index للتعامل مع الشروط فمثلاً ممكن أن نقوم بـ أولاً سأقوم بتكرار هذه اللوب وسأعيد المثال السابق ليكون متوفر لديكم في الرابط الذي نزودكم به أسفل الفيديو إذن لدينا أول مثال نقوم باستخدام العمر مع كامل العنصر بهذا الشكل وفي ثاني مثال إذن فقط مع الـ Age وهنا إذن قمت بالفصل بـ HR بين هذه اللوبس في حال عدنا وضغطنا على زر التحديث إذن كما نلاحظ هنا لا يتم عرض العنصر بالكامل وهنا لا يتم عرض عرض العمر فقط فالمثال الثالث هنا سنعمل علي الآن الآن هنا سأقوم بعرض فقط أول عنصرين من عناصر هذه المصفوفة بغض نظر عن العمر فسأضيفه هنا في حال طبعا سنحتاج إلى الـ Index ففي حال كان الـ Index أصغر من 2 أي لدينا الـ Index رقم 0 ورقم 1 فقط هما العنصرين الذين سيتم إذن طباعتهما وطبعا يجب علينا كتابة اللوب بهذا الشكل إذن Item و Index لنتمكن إذن من استخدامه طبعا Index هنا ممكن أن نقوم بتسميته كما نرغب في حال طبعا بعض الأحيان ممكن أن تتداخل لدينا اللوبس فممكن أن نستخدم الاسم الذي نريد الآن سأعود إلى المتصفح وسأضغط على زر التحديث نلاحظ إذن تم عرض العنصر الأول والعنصر الثاني طبعا بغض النظر عن العمر أو أي قيمة أخرى من ضمن الـ Object إذن اعتمدنا على الـ Index وقمنا بطباعة فقط إذن أول عنصرين حتى لو كان العمر مهما كان إذن تم نلاحظ لا يتأثر إذن لا تتأثر هذه اللوب إذن كانت هذا الدرس في هذا الدرس تعرفنا على طريقة استخدام الشروط مع اللوب وبهذا الشكل نكون قد وصلنا لنهاية هذا الدرس والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته